بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في شروحات مقرر مبادئ الإدارة اليوم بإذن الله سنكمل الحديث فيما يتعلق في التحفيز وإدارة التغيير نحن في الدروس السابقة في هذا الموضوع ذكرنا هناك ثلاث نظريات فصلنا في كل نظرية وذكرنا هذه النظريات هي درسة الحاجات أو أمور التحفيز على الأفراد سواء موظفين أو غيرهم بشكل عام ذكرنا هارم ماسلو، ذكرنا نظرية ماكلان للإحتياجات ذكرنا نظرية العاملين لهير زبرغ وفصلنا في كل نظرية بدأنا بهارم ماسلو ذكرنا أنا خمس احتياجات أساسية، أمنية، اجتماعية، تقدير، تحقيق الذات وذكرنا بإمكان المدير أو القائد أو المشرف أن يسقط هذا الهرم على الموظفين ويعرف أماكنهم في هذا الهرم بعد ذلك يحاول إشباع الحاجات لكي ينتقلون معه في هذا الهرم بعد ذلك ذكرنا نظرية ماكلان ماكلان لاحتياجات ذكرنا أنها تدرس الأشخاص من حيث أنه ما المؤثر فيه هل السلطة، الانتماء، الانجاز بشكل أكبر، أم السلطة، أم الانتماء إذن إبراهام ماسلو بناه على أن احتياجات متسلسلة يشبع الأولى أنتقى الثانية هنا يرى أن هناك حاجة تؤثر فيه أكثر من غيرها بعض الأشخاص مؤثر فيه الإنجاز قد يتحول بعد فترة أنه مؤثر فيه الانتماء وليس بالضرورة أن يكون هناك تغيير وبعض الأشخاص يفضل القيادة للسلطة وبالتالي تكون مؤثرة ومحفزة لأكبر حينما أملحه السلطة سيكون محفز نحو العمل حينما لا أملحه السلطة أو القيادة قد لا يكون لديه التحفيز إذن هذا يتعلق بنظرية ماكلان بشكل مبسط نظرية العاملين تخصت بالموظفين بدرجة أكبر ودرست الموظفين العوامل وقائية مثلا أن أملحه الراتب، ظروف العمل المناسبة لذلك المنظمات تهتم مثلا بتكوين ظروف عمل مناسبة بتكوين أيضا محفزات له، مجموعة محفزات للموظفين تشعروا بالإنجاز، الاهتمام، المسؤولية وذكر أنه ليس بالضرورة أن تكون ثابتة قد تكون متغيرة نضير تغيير تفكير الموظف أو الظروف أو حتى بيئة العمل اليوم بإذن الله سنستكمل الحديث سنتحدث عن الخطوات التي يجب على مدير اتباعها عند إدارة التخيير قبل أن نبدأ بالتغيير لو نظرنا إلى شعار أو رؤية المملكة حينما نشاهد أو نسمع سواء نسمع رؤية المملكة أو رؤية السعودية 2030 أو نرى الشعار، ما الذي يتبادر إلى أذهاننا فيما يتعلق في التغيير؟ ما هي رؤية المملكة؟ جميعكم تعلمون أن المملكة لديها رؤية للوصول في 2030 إلى عدة أهداف وأن تكون المملكة أو رؤية تكون مملكة رائدة هذه الرؤية غيرت كثير من الأمور في المملكة العربية السعودية سواء على مستوى الأنظمة، على مستوى التعليمات، على مستوى أيضا الأهداف، على مستوى رؤية، على مستوى الوظائف لذلك من طبيعة الأشخاص أن يكون هناك تغيير فالإنسان بطبيع حينما يولد يتغير ويكبر ويتغير تفكير، يتغير مرحلة العمرية طفل ثم شابا ثم مثلا رجل كبير وبعد ذلك أيضا يبحث عن احتياجات مختلفة إذن بطبيعة الناس هناك تغير في الحياة، تغير في الرؤية، تغير في الاحتياجات وكذلك طبيعة الأعمال، نظرنا الأعمال السابقة وفي بداية المقررة تحدثنا عن الثورات الصناعية وتغير بيئة العمل، تغير التقنيات، أصبح تقنيات جديدة، تغيرت طريقة العمل تغيرت أيضا تعامل ونظريات التحفيز، تغيرت نظريات الإدارة كل ذلك نظيرت تغير الحاصل الذي يحدث خلال الأعوام والقرون السابقة وبالتالي التغيير هو سنة الحياة وقد يكون التغيير هو الأمر الوحيد المؤكد في مجال العمل لا يمكن أن يكون هناك كثبات في العمل من الطبيعي ومن المتعارف عليه ومن الأبجديات أنه من هناك كل شيء يتغير خصوصا في العمل فالتغيرات التنظيمة الكثيرة تؤثر جميعها في العاملين ووظائفهم تغير في العمل سيؤثر على الموظف، على وظيفته، على أيضا فكرة وقد يحدث التغيير أحيانا عددا من النتائج الإيجابية مثلما أنتجت رؤية السعودية 20-30 فرص عمل أصبح هناك فرص عمل مختلفة قطاعات مختلفة، رؤية مختلفة، أنظمة جديدة مثلا سياحة، برامج مختلفة، تنوع في الاقتصاد كل ذلك خلق وظائف مقارنة في المملكة قبل بدأ هذه الرؤية عادة ما يقوم الأفراد أو ما يقاوم الأفراد التغيير الإنسان بطبعه لديه مقاومة للتغيير وهذه المقاومة تختلف من شخص لآخر ولكن لديك بعض الأشخاص لديه مقاومة عالية وبعض الأشخاص لديه قدرة على التغير والتكيف مع المتغيرات لماذا؟ لأنهم يشعرون بالتهديد مثلا حينما تغير بيئة العمل قد يشعر موظف أنه مهدد في وظيفته قد يشعر أنه سيتم الاستغناء عنه يراوده شك أن هذا التغيير سيؤثر عليه سيؤثر على منصبه سيؤثر على مثلا مجموعته وبالتالي قد يقاوم هذا الأمر يجب أن يعمل المدير على تقليل هذه المخاوف أو هذه المقاومة بعض المدير لديه المسؤولية لكي يقلل مقاومة التغيير وجعل الأمر مريح قدر الإمكان للموظفين كما أن التخطيط الدقيق الذي يشمل المتأثرين يجعل الانتقال أكثر سلاسة بمعنى المقاومين حينما أدخلهم في التخطيط الذي يتأثر في هذا التغيير سيكون انتقال أكثر سلاسة لأننا قمنا بالتخطيط بشكل صحيح وأيضا قد يكون أشركناه في عملية التخطيط وبالتالي يكون هناك دعم للموظفين لهذا التغيير إذن بطبيعة الإنسان هو يقاوم التغيير إذن يبحث عن استقرار مثلا لديه منصب إذن حينما يحدث التغيير في المنظمة قد يشعر أنه سيفقد هذا المنصب وخصوصا حينما درسنا نظرية العاملين ذكرنا بعض الأشخاص قد يكون المحفز له في العمل هو السلطة وبالتالي هو يرى أنه سيتم أخذ هذا المنصب منه وبالتالي لن يكون محفز على العمل أو قد يرى أن هذا العمل غير مناسب لذلك من مهام المسؤول أو المدير أو القائد أو مدير المنظمة أن يشعر الموظف في أهمية هذا التغيير ولماذا نغير وأهدافنا من التغيير وهذا ما نتحدث عنه بإذن الله في ثناء هذا الدرس حينما نرغب بتغيير أو ننفي التغيير سنمر بخمسة خطوات الخطوة الأولى التخطيط كل أمر نحتاج إلى تخطيط وبالتأكيد التغيير لن يكون لأمر عشوائي لا بد أن يكون وفقا للخطط وفقا للرؤية وفقا للبحث وفقا للدراسة وهذا من خلال التخطيط التخطيط بعناية للتغيير إذن نحتاج إلى أن نخطط بعناية ليس الهدف التغيير فقط كما حدث مثلا بعض المنظمات يتم التغيير بشكل عشوائي وبالتالي تسبب بخسائر وأمور مختلفة نظرنا مثلا في التخطيط في المملكة بعد أن أتت الرؤية أصبح هناك نمو في الاقتصاد الاقتصاد مثلا الغير بترولي الصادرات الغير النفطية أصبح هناك تنوع في الاقتصاد أصبح هناك تطور في بعض البرامج لأن هناك تخطيط دقيق لكل تفاصيل أو لجميع المجالات والخدمات في المملكة وبالتالي أصبح هناك تغيير إيجابي الخطوة الثانية التواصل إذا نحتاج إلى التواصل مع الأفراد حتى لا يتفاجأوا من التغيير لا بد أن يكون هناك توضيع وشرح وهذا سنفصل فيه بإذن الله الخطوة الثالثة هو الإشراك إشراكهم في التغيير لكي يشعرون أنهم جزء من هذا التغيير وبالتالي يتقبلونه ويساعدونك أيضا في التغيير الخطوة الرابعة التثقيف الأشخاص يحتاجون إلى من يثقفهم يفهمهم لماذا نبحث عن التغيير لماذا هذا التغيير الخطوة الخامسة وهي الدعم أن ندعمهم في جهودهم لكي مثلا ينسجموا على التغيير لكي يتقبلوا التغيير أو لكي يساعدوا ويسهموا في التغيير إذن التغيير سيمر بهذه الخطوات الخمس لكي يكون هناك تغيير صحيح لنظرنا أي عملية إدارة هي بالتأكيد تحتاج إلى تخطيط تحتاج إلى تنظيم تحتاج إلى رقابة وهذا بالتأكيد عند التغيير سنحتاج جميع هذه الوضائع نبدأ في الخطوة الأولى وهي التخطيط يجب أن يكون المديرون مهتمون في تنفيذ التغييرات التي يجرونها قدر الإمكان إذا مدير لابد أن يهتم بهذا الأمر يجب أن يكون متأكد أنه بحاجة للتغيير ليس الهدف هو التغيير الهدف هو بالتأكيد الوصول إلى الأراضي أفضل لا نهدف فقط للتغيير من أجل التغيير نهدف التغيير للأجل ننتقل للأفضل لتحسين الظروف لانتقال إلى أهداف جديدة رؤية جديدة تساعد في تطور المنظمة تطور الشخص تطور مثلا الدولة أو تطور الاقتصاد كما حدث مثلا في رؤية المملكة ليس الهدف هو إيجاد رؤية وإنما هو الهدف تطوير البلاد تطوير الأنظمة لذلك نلاحظ التغيير الحاصل في الاقتصاد والوظائف المختلفة يجب عليهم كذلك أن يتبعوا إجراءات دقيقة لجمع المعلومات إذن التخطيط إذا أردنا أن نخطط بشكل صحيح لا بد أن يكون لدينا معلومات دقيقة وصحيحة ولدينا بدائل وأيضا نرصد جميع المعلومات في حال التغيير ما الذي سيحدث؟ العواقب على هذا التغيير إذن حينما نغير سياسة منظمة أو نغير طريقة أو نغير موظفين أو نغير سلوب التعامل أو طريقة المبيعات إذن ما الذي يحدث؟ لا بد أن نرصد قبل أن نبدأ في عملية التغيير في حال وضعت خطة مدروسة جيدا يمكن تحقيق نتائج أفضل كلما كانت الخطة مدروسة والمعلومات دقيقة كلما كان نتائج بالتأكيد أفضل وهذا يساعد على ثقة الأفراد وزيادة أنتاجياتهم ولا بد من القول أن التخطيط بدون عجلة يسمح بتوفير الوقت وبتقرير المشكلات إذن التأنف التخطيط والدراسة وأخذ الوقت الكافي في التخطيط سيساعد في الوصول إلى التغيير الصحيح دون مشكلات التغيير السريع دون دراسة بشكل صحيح أو تخطيط بشكل صحيح قد يزيد من عبء المشكلات ويجعل ندخل في مشاكل جديدة ومشاكل قد لا نستطيع حلها الخطوة الثانية هي التواصل بعد أن تكون قمت بالتخطيط إذن ستبدأ في عملية التواصل مع الموظفين فمثلا يفضل المديرون أحيانا عدم إبلاغ الموظفين بالتغيرات المحتملة حتى يصبحوا مستعدين لاتخاذ الإجراءات إذن بعض المديرين يفضل أن لا يعلن ولا يخبر الموظفين إلا بعد أن يستعد بجميع البنود وجميع الأمور حين يتفاجأ الأفراد بالتغير أو يشعرون بأنه تم تضليلهم أو أنهم ليسوا جزء من هذا الأمر إذن قد تكون نتيجة عادة أكثر ضرر بمعنى أن الموظف يشعر أنه ليس جزء من هذا الفريق وخصوصا الموظف الذي يتأثر بالانتماء إذن يرى أنه ليس عضو في الفريق يرى أن المنظمة لا تعبر لرأيه لم يخبرونه وبالتالي قد تكون ضررها أكبر مقارنة بحينما نشرك في عملية التغيير من بدايتها وأفكارنا ولماذا نغير نتيجة التواصل الغير رسمي والمعلومات المحددة تنتشر الشائعات والمعلومات المظللة بمعنى حينما لا يكون هناك وضوح قد تكثر الشائعات في المنظمة كلما كان هناك وضوح للموظف إذن سنقضي على الشائعات نقضي على أيضا التضليل نقضي على عدم مثلا الشعور بالراحة وعدم الانتماء للأفراد الإعلان على التغييرات المحتملة يشكل المهمة الأسهل بالنسبة إلى المدير الذين اعتادوا على التواصل بانفتاح مع الموظف الموظف أو المدير الذي لديه تواصل عالي مع الموظفين ولديه تواصل مفتوح مع من يعمل تحت إدارته إذن سيكون من السهل عليه أن يخبرهم بالتغيير لأنه لديه تواصل دائم والموظفين لديهم قابلية في السماع والاستماع والإنصات من قبله للموظفين وبالتالي سيكون من السهل أن يخبر الموظفين في التغيير لن يتفاجأ المنظفون بأي معلومات لأن هناك تواصل ويتواصلون بانتظام مع مديرهم وبالتالي لديهم اطلاع عن كل ما يتم في هذا المجال حتى لو كان التغيير سلبي لديهم اعتياد وديهم معرفة وديهم تصور لأن هناك تواصل التواصل المنتظم مفتوح والمتبادل بين مدير والموظفين جزء من عملية التغيير الفعال أو عمليات التغيير الفعالة التغيير الفعال إذن مبني على حسن التواصل الدائم مع الموظفين إذن هناك قد يكون ردة فعل عالية من قبل أشخاص وإحنا ذكرنا سابقاً أن أفراد لديهم مقاومة تغيير حينما يتفاجأ الموظف في يوم ما أن هناك تغيير في السياسة مفاجئ ودون مثلاً أن يكون له خبر أو يكون لديه مشاركة أو لم يتم إخبار إذن سيشعر أنه غير مرحب به يشعر أنه ليس عضو من هذا الفريق من هذه المنظمة مقاومة بالموظف الذي يتم إخباره أنه سيتم التغيير بناء في قادم الأيام لطريقة العمل للأسلوب ويأخذ رأيه في عملية التغيير وهذا ما نلاحظه مثلاً في الاستفتاءات التي تأتي من مثلاً الجهات الحكومية مثلاً في ظل الرؤية مثلاً في مركز الآداء أو مراكز الأخرى أو الوزارات لماذا؟ لأن حينما أفرض لك الأفراد بناء المجتمع الأشخاص في رأيهم إذن سيشعرون أنهم جزء من عملية التغيير حينما أفرض على الأشخاص ولا قد يكون مقاومة قد يتقبل كثير من أشخاص التغيير ولكن بعدها مقاومة وجهد إذن المدير الذي يحتاج إلى التواصل أو يحتاج إلى سرعة التغيير إذن هو من يكون لديه التواصل مفتوح مع موظفين الخطوة الثالثة وهي الإشراك ولكي نصل إلى تغيير أفضل وقابلية أكبر فالأفراد الذين يشاركون في التخطيط هم من سيدعمون على الأرجح خطط التغيير وهم قادرون على طرح أفكار جديدة لحلول فعالة وطرائق لإدخال التغييرات تشمل عملية التغيير أكثر فعالية الأفراد المعني بجمع المعلومات النظر في البدائل واختبار الحلول إذن سأشرك الأشخاص في البحثة المعلومة سأشركهم في اختيار البدائل في اختيار الحلول وبالتالي كلما كان هناك إشراك للموظفي من قبل الرئيس كلما شعروا أنهم جزء من عملية التغيير وبالتالي سيتقبلون قرارات مهما كانت وأيضا نتائج سيتقبلونها لأنهم مشعرون أنهم جزء من هذا التغيير وأيضا قد يعملون بشكل أكبر ويتحمسون ويتحفزون حول العمل لكي يثبتون أيضا أن هذا التغيير إيجابي لأنهم يعتبرون جزء من هذا التغيير أو لديهم أيضا مشاركة فعالة في عملية التغيير لا يمكن عادة إشراك الجميع في مختلف مراحل عملية التغيير أو الاعتماد على تصويتها الأغلبية لاتخاذ القرارة بشأنه فلا شك في أن دعم الموظفين يزداد في هذا الإطار حيث يشعرون بأن صواتهم مسموعة ويقدم معلومات تثري الخطط التي سيشملها التغيير لمعنى ليس بالضرورة أن نشرك الجميع بنفس القدر في المعلومة هناك بعض الطرح قد يضر أيضا حتى في عملية إشراك الموظفين أو الإخبار أيضا هناك في حدود لا يعني أننا حينما نخبر موظف في كل التفاصيل هناك حينما نستبق الأحداث أو نخبر موظفين ببعض الأمور قبل أن نتأكد منها أو نخبره في غير الوقت غير المناسب قد تكون ضررها أيضا أكبر لذلك عملية الإشراك أو الإخبار أو التواصل لابد أن تتم وفقا لخطط مدروسة وليس الأمر بمعنى أن أشركه دائما وجميع الموظفين هناك بعض الموظفين ليس بالضرورة أن أشركه في بعض المعلومات وقدمناه معلومات معينة التي تهمها أو التي تؤثر عليه أو التي تكون من صميم عمله معلومات الأخرى قد لا يكون من المهم أن أخبر بها أو أشركه في هذا الأمر لابد لمديرين أن يقدروا الملاحظات الواردة من الموظفين وأن يسعوا إلى الحصول عليها فلو طلب المدير من الموظفين طرح أفكار ثم تجاهلها فقد يتسبب ذلك في الإحباط إذن المدير حينما يطلب ملاحظات إذن لابد أن يتوقف عند هذه الملاحظات يستمع للرأي وأيضا قد يترددون في المشاركة في المستقبل لأن طرحوا أراءهم ولم يجدوا التجاوب وبالتالي سيكون لديهم إحباط في المشاركة في قادمة الأية يجب أن يوضح المديرون أنه ليس من الممكن تحقيق كل الأفكار المطروحة إنما ستأخذ بالاعتبار أثناء التخطيط إذن قد تكون لدينا إشراك الموظفين كل موظف يقدم فكرة لا يمكن أن نفذ مع الأفكار وبالتالي من الأفضل أن يتم من خلال التصويت من خلال الدراسة من خلال الإقناع بفكرة معينة وبالتالي قد بالتأكيد يكون هذا هو السبيل لنجعل الموظفين يشعرون بالإنجاز يشعرون جزء من التغيير حينما يتم طرح الأفكار وأقوم بتنفيذ أفكار غير المطروحة ولم أناقش مع الموظفين هذه الأفكار ولماذا اخترنا ولماذا تغيرنا ولماذا غيرنا الأفكار إذن سيشعرون بالإحباط وبالتالي قد لا يعملون معنا أو لا يكون لديهم المحفزات للعمل في قادم الأيام وطرح الأفكار الخطوة الرابعة هو التثقيم لا يعدث التغيير بشكل مستقل بل سيستلزم استعداد الأفراد للتغيير سواء تعلق الأمر بمنتجات أو التقنيات أو الوظائف يعني عادة الحصول على المعلومة والتدريبات اللازمة إذن حتى لو أشركت الموظف مثلا إذن يحتاجون أيضا الآخرين من موظفين أو من المجتمع إلى التثقيف حول هذا التغيير لماذا نغير؟ هل لدينا أهداف في التغيير؟ إذن نوضح هذه الأهداف حيث يضع المديرون خطط التغيير ينبغي لهم تحديد الأفراد المعنيين بهذا التغيير من الفرد المعني بهذا التغيير؟ بعد ذلك نقدم له المعارف والمهارات التي يحتاجها مثلا نغير سياسة التعامل أو سياسة المبيعات إذن سأجمع الأشخاص أو موظفين لديهم علاقة في المبيعات وأقدم له المعارف عن هذا التغيير وثقفهم حول التقنية المستخدمة الجديدة في طريقة البيع أو الأسلوب الجديد يجب أن يعقد المديرون اجتماعات تثقيفية برامج تدريبية ووضح لهم التغيير إذن حينما نغير من سياسة إلى سياسة لابد أن أرشدهم وثقفهم حول السياسة الجديدة ولماذا تم هذا التغيير؟ ما الذي نستفيده من عملية التغيير؟ ما هي أيضاً الطرق الصحيحة لكي نتقبل هذا التغيير؟ كل ذلك يحتاجه الأشخاص لتثقيفهم لكي يكونوا عضو أو أعضاء فعالين في عملية التغيير في بعض الحالات تضطر منظمات إلى تقليل عدد منظفيها ونحن هنا نتحدث عن تغيير صعب أو يصعب تماماً على المنظفين تنفيذه ويصعب على المديرين أو المنظفين تقبله إذن هناك بعض المنظمات مثلاً نتيجة انخفاض المبيعات أو انخفاض بعض الأمور أو التغيير إلى تقنيات جديدة قد تقلص المنظفين وهذا جزء من التغيير وبالتأكيد الأفراد قد لا يتقبلون هذا الأمر ولكن تحاول بعض المنظمات مساعدة الأفراد الذين خسروا وظائفهم فتقدم لهم تدريب لتولي مناصب أخرى متاحة مثلاً تحويلهم إلى وظائف أخرى أو قد تساعدهم في وصول إلى وظائف في منظمات أخرى وهذا ما جعل هناك أيضاً أنظمة مثلاً تساعد حينما يتم استغناع الموظف هناك أنظمة تدعم هذا الموظف إلى أن يصل إلى تضمن له أجر معين وبذلك يلتحق بوظيفة أخرى إذن التغيير أيضاً قد يتعدى كما ذكرنا إلى مثلاً فصل الموظفين أو تقليص عددهم وبالتالي التغيير قد ينظر له من جانب سليم من هذا الموظف ولكن على المنظمة قد ينظر له من جانب إيجابي بحيث أن هناك انخفاض في الأرباح وزيادة في التكاليف وبالتالي قد يكون يجب على المنظمة أن تقلل عدل المنظفين إذن هناك بعض المنظمات كما ذكرنا تساعد أن تحول المنظف إلى وظيفة أخرى إذا كان متاح لديها وظائف أو تقوم بتوفير له وظيفة في وظيفة مثلاً في منظمة أخرى أو جهات عمل أخرى نضير التشارك أو المشاركات أو الصداقات مع جهات أخرى الخطوة الأخيرة وهي الدعم لتسألنا ما مدى استعدادك لإجراء التغيير إذا كنت لست متأكد بالنتيجة التي ستحققها أو سيحققها التغيير يكون الأفراد أكثر استعداد للقبول بالتغييرات حين يعتقدون أن المنظمة ستقدم لهم الدعم حينما يشعر المنظف أن المنظمة ستدعمه دائماً إذن سيتقبل التغيير لأنه يرى أن هذه المنظمة دائماً تدعمه وبالتالي يكون أي تغيير مصحوب بمخاطر ولكن هذا الموظف سيتقبل لماذا؟ لأنه لديه شعور أن الدعم سيتوفر له من قبل المنظمة ولا تستطيع من ضمان ضمان النجاح على الدوام دائماً الخطط قد تتعرض لمشكلات وعوقات في تنفيذها وبالتالي ينبغي المديرين أن يطمئنوا موظفيهم ويقدمون لهم الدعم اللازم للتكيف مع التغيير الحاصل لذلك حينما تكون قائد لمجموعة أو قائد من الضمان وترغب بالتغيير إذن لا بد أن تفكر بالدعم الموظفين فيما يتعلق بالتغيير معلومات على التغيير كيف ينسجمون وكيف يتكيفون مع هذا التغيير لكي يكون الانتقال أو التغيير سلس عليهم وبالتالي يتقبلون حينما لا يشعرون بالدعم إذن قد يكون هلك مقاومة بدرجة أعلى من الطبيعي تتنوع أشكال الدعم مثلاً بين منح الموظفين الوقت الكافي للتكيف مع التغيير وتعليقات حول أدائهم دون انتقاد مثلاً لأعمالهم لأنه لا يوجد تغيير مثلاً في السياسة أو تغيير في الطريقة وبالتالي إذا لا ينتقدون في البداية قدم لهم الدعم وقدم لهم التدريب ويمكن أن يحصل موظفون على استشارات تدريبات ونصائح وبالتالي إلى أن ينسجموا مع الخطة أو الطريقة أو الأسلوب الجديد مثلاً حينما تحول مثلاً من عمل يدوي إلى عمل تقني قد يكون يخطأ وبالتالي أدعم موظفين للتعلم للتدرب على التقنية للتدرب على الطريقة الجديدة في الإنتاج في المبيعات بعد ذلك قد يكون من السهل تقبل التغيير إذا ملخص حديثنا اليوم تحدثنا عن إدارة التغيير ذكرنا أن التغيير هو الأمر المؤكد في بيئة العمل وذكرنا التغيير الحاصل مثلاً في المملكة من خلال رؤية المملكة 2030 والتي غيرت في جميع جوانب أو مجالات الحياة في المملكة ذكرنا تنفيذ التغيير يتم مفقاً لخطوات تبدأ بالتخطيط، ثم التواصل، ثم الإشراك، ثم التثقيف، ثم الدعم للأشخاص وبالتالي يكون من السهل تنفيذ هذا التغيير ناتي لسنة التقييم اختر الإجابة الأفضل لكل مما يلي وضع فراغ نظرية التحفيز التي تفيد بأن الفراد يتأثرون بشدة بحاجة واحدة من ثلاث احتياجات محددة هي الإنجاز والانتماء والسلطة من هو هذا العالم؟ هل هو ماسلو؟ ماكيلان، بافلوف، وهيرزبير بالتأكيد ذكرنا أن ماكيلان هو من وضع هذه النظرية الاحتياجات وذكر أن احتياجات هي المحددة الإنجاز أو الانتماء أو الصوت أي سلوب من أساليب الآتية لا يعد فعالاً ليستخدم المدير في تنفيذ التغيير هناك أساليب فعالة، هناك أساليب غير فعالة ما هو الأسلوب من هذه الأساليب الأربع التي يعتبر غير أو لا يعد فعالاً؟ التروي عند تنفيذ التغيير عدم إبلاغ الموظفين بالتغيير قبل اتخاذ القرار النهائي طلب أفكار من الموظفين حول الإجراءات، حول الحلول التي يمكن الاعتماد عليها تقليل انتقاد الأخطاء التي يتكب الموظفون أثناء التغيير ذكرنا التروي مطلوب، طلب الأفكار ودعم الموظفين وتقبل أرائهم وتقليل انتقادهم كل من الأساليب الفعالة، الأسلوب الغير فعال هو عدم إبلاغ الموظفين قبل اتخاذ القرار، وبالتالي ستكون مقاومة عالية وبالتالي قد يشعرون بالإحباط وعدم الانتمام إلى هنا أعزائي الطلاب، نكون انتهينا من درسنا إلى هذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته